السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعة عادل فتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال او اعطلسوا اللايك والشير عشان خاطر الفيديو يتوغل وينتشر في ربوع اليو يو فاكرين زمان من سباح تما انتشر وقلت لكم ان كل اللي بيحصل فيك وحتى ايام المدرسة ما قلت لكم كل دا كان فيك ولكن علشان خاطر عادل فتح كشف الموضوع بتاع كيجواني وكيجوتيوب سرعة على طول متراجعين واعلانوا لا دا لازم برجع لزوجي لكن علشان انا ما كنتش متابع للأول للفيلم او الاسكندراني بس باخراج بقى اتجاه تاني في المحافظة اللي هي فيها او في العزبة اللي هي فيها ادعت وقلت لكم ان لا يمكن يكون زوجها بهذه الطيبة واهله يكون ناس اشرار سواء ابوه سواء امه دخل عليها اخوتنا من العراق ومن كل الدول العربية حرم عليك بتاعي ربنا درمها في نصاص الليالي انت بشوفتاش يقعد على السلم وهي فضلت تقول بيت ابويا واخواتي وانا ماليش غيرهم والهدف كله كان هو بناء البيت وتشريبه وتجهيزه وكلام من ده بالصعبنة محدش عارف ابدا ان دي قناة قوية جدا وفيها نسب رهيبة واموال طائلة لو جدت بص في الاول حتلاقي ان المشاهدات كانت مئة وعشرين الف رفعت ل ستة بائة وعشرين الف يعني بتتكلم على خمسمائة الف زيادة في الفيديو الواحد كل يوم بينزل اصدار يعني تلاتين اصدار يعني خمستاشر مليون مشاهدة زيادة زيادة عن اللي كان بيدخل قبل كده بلغة الارقام انت بتتكلم على خمستاشر الف دولار شهريا زيادة بتتكلم هنا على مئتين خمسة وعشرين الف جيني زيادة شهريا هو ده الخطة اللي كانت موضوعة اللي كان فيها جوزها باتفاق معاها وحماها والبيت كله باتفاق لان الموضوع كان ايه ان انا عايز اغير الغرفة وانا قلتلكم هذا الكلام يعني موضوع ما يسقش لها ولا لأي حاجة بس هي علشان الراجل طيب وافق وانا قلتلكم الراجل مليش في الافلام دي ولا في اليوتيوب ولا في الكلام ده ودخلنا احنا اهم حاجة كن احنا نحقق في الشهر ميتين وخمسة وعشرين الف زيادة عن المعدل اللي احنا بندخله واحد يقول لي امان لما ميتين وخمسة وعشرين الف في الشهر امان القناة دي محققها دي ايه القناة دي محققها يا سادة ميتين واربعين مليون مشاهدة بلغة الارقام ثلاثة مليون خمسمية خمسة وخمسين الف جيني يعني كمان سبع ثمان عشر تيام خمسة عشر يوم بنفس الاستوانة اللي مشروخة اللي طلعة دلوقتي احنا صالحنا وعشان خاطر والناس وبتقول لي هو زوجك ليه مبوز هو علشان قالولك زوجك ليه مبوز وزوجك ليه زعلان هو منك هو حد يقدر يبوز في وشك هو حد يقدر يزعلك هو حد يقدر يقولك تلتي التلاتة كاب ما انت خلاص فردت العضلات زي ما بيقوله كل ده علشان تعرفه واحد يقول لك تم انت قلت انها يوتيوبر ايوة ما عنده خيال ما هو الكاتب او السيناريست لما بييجي يبدع مليكش دعوة بقى هو بيختلق ايه هي اختلقت اشتغلات وكلام من ده وشغلت العالم وعملت العالم وبقى اخواتنا في الخليج واخواتنا في دول البحر العباد المتوسط مستنيين هتعمل ايه مع حماها حماتها لها تصالحها لها تعزمها في عيد الميلاد لها مش هتروح حرم عليهم لازم تساعد امها برافو عليها ده برب اهلها ده ايه وانا تناسوا ايضا في وسط العملية وان احنا بنزود المشاهدة بنرفعها من خمسين الف جيني في الشهر او خمسة وسبعين الف جيني لتلتمائة الف بزيادة ماتين خمسة وعشرين الف في الشهر ان احنا بنعمل قناة تانية قناة وليدة للام الكبيرة للملكة الام وبعد كده صدقوني شوية 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 ولما يطلع العريس من العسكرية هتبص يطلع الاخين اه يبقى لهم قناة تانية تبقى العائلة كلها وضربت العملية والناس وقالت لك لو ما حققتش المية الف في اول يوم انا مش داخل اليوتيوب ولا عملها وحصل قطيع من البناء ادمين بيروحوا ويزقوا في القناة ويجي في الاخر يقول لك ايه لا انا حصالحهم ماينفعش الله وهو كان ايه اللي جاره كان ايه اللي استجد علشان تصالحيه قال ايه كل الشوية بلاقي كومنتات الناس يقولولي هو زوجك مكشر ليه هو زوجك مكشر علشان خطر انت ما بتكلمش اهله هو احنا حنصدقه ما احنا قلتلكم قبل كده وانا اللي ضغطت برضو في المرة الاولانية لما قلتلكم زوجك حيرجع زوجك حيرجع على العيد على العيد على العيد ليه لانه كان اطهرش وكان بان بقى ان هو كل يوم بيروح يفطر عن دحماته وكل يوم بيقعد مع اخوها وكل يوم صهرانين وبيفطروا مع بعض وبيصحروا مع بعض بل ان زوجك اللي بيختر لها العنوين والكلام من ده وبيساعد في البيت في الالوان وفي الشكل وفي الكلام ده ولما اطهرش اعترفه في الاخر اه ان زوجها كان بييجي بس هيه ما كانش بتقابله قال ايه زوجها هيروح عند حماته ويقعد يصهر ويفطر ويصحر وما يقبلهاش ولا يكلمها بس في النهاية خلاص المسامح كريم ويترجع ويقولك طب ما رجعتش ليه والاهلها ليه والحمها ليه هو حماها اذا كان ده الابن الاب حيبقى اطيب من الطيابة وعلشان خطر انت كل ده علشان خطر ان زوجك زوجك المصور الناس بيقولولك هو مكشر ليه ما انت تقدر تقولوله ما تكشرش اوه هتكشر هيقولي حاضر حاضر مش هكشر حد هيقدر يكسر لي الكلام ما خلاص كل ده استوانات احنا قلنا في البداية ان ده الخيال مفيش يا جماعة اي حاجة زي ما بيقولوا فضلت تقول بيتي ناسي اهلي امي ما اقدرش حرام عليكم راموني في نصاص الليالي انا بقى لما بصت بقى في غرفة النوم اه اي غرفة غرفة النوم كويسة لا اي عروسة يعني كانت في البداية ما لما جلت الجواز ما خلش فيه يعني البزنس فعايزة بقى مش هتغرر الغرفة ده هتشيل كله مرة واحدة بس لفت نظري المرتبة هو كنت بل يقولك يا منجد عل المرتبة مش هارف ايه يا منجد عل المرتبة المرتب دي ستان قطن ستان ودي على فكرة لو واحد وزنه جامد سوى راجل او ست يتعب او عليها الاتنين لان الستان ده فالحر على فكرة يولع الظهر ويعمل عملية عرق وتعب جدا للعبود الفقري فالافضل بقى بنسبة الارباح واليامة ده بنحط احنا واحدة ستان تحت وفوق واحدة تاكي طبية بتتعمل للصيف لها يد للصيف ويد للشتاء تقريبا بيبقى فيه تسعتاشر سنتي انا بقول لها والغيرها يعني تسعتاشر سنتي التخن بتاعها لحدة تلاتة وعشرين بتتحط تقريبا هتعمل لها من خمسة لستة لستة ونص وتنصب السرير وتخلي السرير حتة واحدة وتخلي اي راجل ظهره منصوب عليه لا يعاني يعني من الطاقة السلبية اللي بتحصل له يقوم من النوم على طول يلاقيه بينط من على السرير لا يحس بتعب ولا بقلب طالما ان احنا بقى بنتفرج ما ينفحش ابدا اتنون قطن النهاردة في الزمن اللي احنا فيه يكونوا فوق بعض لان النوم بيتعبوا في الناس هقولك لا ده القطن كويس لا بيعمل تقوص وبيبقى بارك من حتة ومن حتة لا فبيقصر خاصة بالنسبة لهم هما جسمهم رياضي ممكن ما يتقصرش لكن لو اي واحد وزنه شديد شوية يعني 90 كيلو 100 كيلو اكيد هيتقصر تقصر كبير جدا 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 ده بالنسبة اللي حصل اما الغضبان لا كان فيه غضبان ولا كان فيه اي مشكلة وكان كل ده باتفاق مع حماها ولا فيه مصالحة ولا اي شيء لان هما اساسا ما تخصموش حماها مش اتفق معها ارغم او بمعنى اصح اكبر على تنفيذ هذه اللعبة زي الراجل يعني الغلبان اللي هو الممرد اللي كان بيصوره هو الطبيب على فكرة الطبيب اللي كان بيصوره ولذلك تلاقي صورة الطبيب ما تلاحش هو بيعملها علشان كل ما يبقى قاعد لوحده يتفرج على الشيء اللي بيعمله في الممرد بتاعه والحاجات ده على فكرة اتحكرت على تلفونه حد دخل عليه وحكر واخد الحاجات ده واخد حاجات على فكرة كتيرة جدا جدا كل اللي حصل كان فيلم زي ما بيقوله اسكندراني بس باخراج بالقاسي يعني ما كانش واضح لوضح الشمس لا فيه غضبان ولا فيه مشاكل زي ما كانش فيه اساسا لمدارس ولا تقديم ولا اي شيء ولا حتى كانوا اقدموا ده هما لما راحوا يقدموا قالوا له هما ينفعش لان تجدوا متأخرين كذلك لكانت هي غضبت في يوم من الاياب ولا كان عمرها ما يقدر يزعلها ولا حمتها ولا زكة ولا حد يقدر يعلوا صوته عليها ولا حد يقدر يقول لها تلت التلاتة كام لان دي هي اللي زي ما بيقوله ايه الكوماندا او الملكة المتوجة وكله بالنسبة لها سمعا وطاعة هي الملكة الفرعونية ست او نفرتاري او نفرتيتي هكذا هم المصريين هكذا لما زي ما بيقوله اه لو مسوا كومانصر زي راجل اللي بيضرب الراجل لا حوله ولا قطع الا بالله هو ده اليويو اللي مش هيفهم اليويو انه هو بهذه الطريقة يبقى راجل ما بيفهمش هزا هو الابداع سواء نصب سواء احتيال سواء استعباط سواء استهبال سواء فيك سواء اشتغالات هذه هي الحقيقة اللي بتجيب مشاهدة اللي رفعت المشاهدة من 120 ألف ل620 ألف اللي رفعت الدخ من 100 دولار أو من 120 دولار لأرقام فلكية زي أنا ما قلتلكم كل التحية وكل الاحترام لمحبوا المتابعة عاد الفتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر